فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل صويا دون شرط من أجل من علاقات تناهية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوع يحاول العاهل المغربي عبثا في هذا الخطاب إهام الرأي العام في كل من المغرب والجزائر واحتى الرأي العام العالمي بأن الكرة في ملعب الجزائر بخصوص فتح الحدود المشتركة وعودت العلاقات إلى طبيعتها لكن الأحداث الأخيرة بما حملته من ألم للجزائريين كانت رأس خيط في فضح النفاق السياسي للملك بكشف المزيد من الأعمال العدائية التي تحاكم من طرف الجارة الغربية وهذا ليس بالجديد لكن الجديد هنا هو تكثيف نظام المخزن لحملاته المسعورة مستقويا بحليفه الجديد الكيان الصهيونية فقد خلصت تحقيقات الجهاد الأمنية إلى ضلوع الحركتين الإرهابيتين رشاد والماك بشكل كبير في حوادث حرائق الغابات ثم جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل وعلى خلفية هذه المعطيات شدد المجلس الأعلى للأمن على تكثيف جهود المصالح الأمنية من أجل إلغاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين التي تعتبران تهديدا مباشرا للأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا لا سيما الحركة الإنفصالية الماك التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية عدة خاصة المغرب والكيان الصهيوني ولكي يعرف نظام المخزني المغتر بتحالفه مع هذا الكيان مدى جدية الموقف الجزائري قرر المجلس الأعلى للأمن إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية وهي النتيجة الحتمية المترطبة عن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر